التاسع تماما بتوقيت الجزائر مجزون إخباري أهلا بكم في المستهل وبمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة الفين وتسعمائة وأربع وسبعين هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه وجاء في الحساب الرسمي للسيد الرئيس أتمنى كل الخير والبركات للجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه بقدوم العام الأمازيغي الجديد دام للجزائر عزها وشموخها أسجاس أمجاز أشهد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالمداومة المهنية والعالية للجيش الوطني الشعبي لتحقيق منتهى اليقظة على كل جبهات الدفاع عن الجزائر وبجهوده الحفيفة للارتقاء أكثر فأكثر بالقدرات الدفاعية التي ما فتئت تتعزز بالتحكم في التكنولوجيات العسكرية المتطورة والتي يسهر على تطويعها إطارات عالية الكفاءة من أبناء الجيش الوطني الشعبي منوها بمساهمته المستمرة في تجسيد المشروع الوطني لاستكمال تثبيت أسس الجزائر الجديدة في كنف الأمن والاستقرار وفاء للشهداء الأبرار واستجابة لتطلعات الشعب الجزائري الأبي وخدمة لوطننا المفدى رئيس الجمهورية وفي رسالة تهنئة إلى السيد الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ومن خلاله إلى كافة مستخدمية الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة الفين واربع وعشرين أعرب عن تقديره لما أبدته قيادة الجيش الوطني الشعبي من طيب المشاعر ولطف العبرات مبادلا إياهم أصدق التهاني والأمنيات متوجها إليهم بأخلص التهاني وهم الذين يقفون بحرس والتزام وروح وطنية عالية على المهام المشرفة المنوطة بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ويخدون باقتدار تحديات التكوين والتأهيل والسعي الدؤوب للتمكن من أدوات وقدرات الجاهزية العملياتية لمواجهة الرهانات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتكيف مع متطلبات المرحلة إقليميا ودوليا وما تقتضيه من أهبة واستعداد لقواتنا المسلحة الباسلة وجيشنا العتيد مناط فخر الأمة دفاعا عن حدود الوطن وردعا لكل أشكال المخاطر والآفات المحدقة بمجتمعنا وكل أصناف التهديد لأمننا القومي دوليا شنت ليلة الماضية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات جوية على مناطق عدة من اليمن حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية ومدينتي تعز وصعدة الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نجاح هذه العملية التي تأتي حسبه لصد هجمات الحوثيين التي أثرت سلبا على الشحن التجاري العالمي لخمسين دولة في المقابل أدنى الناطق باسم الحوثيين الضربات المشتركة الأمريكية البريطانية مؤكدا على مواصلة استهداف البواخر المرتبطة بالكيان الصهيوني التي تعبر البحر الأحمر أو تلك التي ترسو في موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المشهدية المأساوي بقطع غزة ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال الصهيوني منزلا في دير البلح وسط القطاع بالتزامن مع قصف مدفعيته بلدة الزوايدة ومخيمين الصيرات والبريج الطيران الحربي الصهيوني شن أيضا غارات عنيفة وسط خان يونس ورفح جنوب قطع غزة واستهدف طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحة وانتشار الشهداء حيث ارتقى أمس ما لا يقل عن تسعة وثلاثين شهيدا في القصف الصهيوني الذي طال المدينتين هذا وتتواصل لليوم الثاني بلهاي جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ثمانية وأربعين تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء أمس من إنقاذ وإبعاد ثمانية عشر شخصا عن الخطر إثر نشوب حريق في قناة للأسلاك الكهربائية داخل مركز تجاري بشراجة بالعاصمة حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره لباقي الطوابق دون تسجيل أي خسائر بشرية تم تكفل بـ 18 شخص تم إخلاءهم من مختلفة تم إخلاءهم ووضحهم وتأمينهم والبعض منهم تم كماشتوا تكفل بهم طبيعا على مستوى النقطة الصحية اللي وضعناها هنا والحمد لله أننا نسجل أي ضحية ولا وفاة إلى حد ساعة إلا أننا نكرموا فيها تمت ليلة أمس عملية غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي في الاتجاهين زيرالدا بن عكنون جزئيا وبشكل مؤقت إلى غاية مساء اليوم بسبب أشغال وضع دعائم للجسر الجديد المؤدي إلى استوالي وزيرالدا الطريق سيتم غلقه أيضا ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم إلى غاية الخامسة من صباح يوم غد السبت وعليه تم تحويل حركة المرور في الاتجاهين على محاوري الطريق الوطني رقم 11 نحو زيرالدا واستوالي نحن الآن بصدد وضع الروافد للمشاة الفنية رقم ربعة للجسر الجديد المؤدي إلى زيرالدا واستوالي عبر الطريق الوطني رقم 11 ويبلغ طول هذا الجسر حوالي 55 متر وعرضه حوالي 12 متر وسيسمح تسليم هذه المشاة الفنية من تخفيف الضغط المروري والكثافة المرورية وخاصة من الجهة الغربية عبر الطريق الاجتنابي العابر إلى زيرالدا واستوالي والطريق الولائي رقم 233 وتبلغ نسبة تقدم الأشغال في هذه المشاة الفنية حوالي 75% وهي في نهايتها وسيتم تسليمها في أقرب الآجل رياضة وفي كرة القدم وتحسبا لانطلاق نهائية كأس أمم إفريقيا بكود ديفوار يجري اليوم المنتخب الوطني بملعب المدرسة الكلاسيكية ببواكي الإفوارية ثالث حصة تدريبية بكامل التعداد وسط تركيز كبير من أجل الدخول بقوة في المنافسة بداية من مباراة أونغولا يوم الخامس عشر من الشهر الجاري بملعب السلام ببواكي في الساعة التاسعة مساء كرويا دائما ومحليا هذه المرة حيث تتواصل اليوم الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بإجراء مقابلة واحدة تجمع بين نادي بارادو ونجم مقرى قد افتت حتى أمس هذه الجولة بلقاء ملودية وهران التي استقبلت شباب قسنطينا وانتهت بفوز شباب بربعية مقابل هدف فيما فاز اتحاد الجزائر على شبيبة الصورة بنتيجة هدفين لهدف هذا وتجرى باقي مباريات هذه الجولة غدا وبعد غدا ختم والموجة زالي اخباري شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة